نشير مشاهدين إلى هذا الخبر العاجل حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل وزير وزير النقل والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية السفير بصام راضي أن الاجتماع تناول استعراض مخطط تطوير شبكة السكة الحديدية وربط مسارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكة الحديد القائمة حاليا وقد وجه السيسي بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكة الحديدية والتي تتضمن إضافة مسارات جديدة من خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة مع ربطها بشبكة القطار القائمة مشددا على أهمية تلك المنظومة كعامل أساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية في كافة المجالات على مستوى رقعة الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومدن ومجتمعات عمرانية وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية أخذا في الاعتبار التزايد المتوقع في الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض مخطط إنشاء الشبكة الجديدة للقطار الكهربائي السريع ومنظومة المحطات المركزية التبادلية للربط مع الشبكة القائمة وكذلك المحطات الرئيسية والإقليمية الموزعة على مجموعة الخطوط للقطار الكهربائي لربط المناطق والاتجاهات الجغرافية الرئيسية للدول بمسارات جديدة تمتد من العين السخنة إلى العالمين الجديدة ومنها إلى مطروح وكذلك من مدينة السادس من أكتوبر إلى أسوان ومن الغردقة على الأقصر بإجمال طول حوالي 1795 كيلومتر كما تم عرض جهود تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بكافة مكوناتها بما في ذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع بالتعاون بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع فضلا عن الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية والتي تشمله مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقنات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة فضلا عن استعراض جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية ورفع جفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة